يمكن بنتكلم النهاردة في فقرة في غاية الأهمية تحديدا في ظل غلاء كمان يعني أسعار الصيارات فكل واحد يعني اللي معها عربية يحافظ عليها مع دخول فصل الصيف دايما بنشوف فيه أعطال كتيرة جدا ليه العربية فجأة وانت ماشي تلاقي العربية سخنت أو بطلت مش عارفت تتصرف إزاي في الموقف ده علشان كده النهاردة هنجاوب على أسئلة كتيرة ومواقف كتيرة بيخة أحيانا بنتعرض لها أثناء القيادة تحديدا وإيه هي أشهر الأعطال اللي بتحصل فيه العربيات خصوصا في فصل الصيف وإزاي كمان نتعامل معاها يعني أو أتعامل معاها وأنا الوحدي وما فيش حد معايا يقدر لهو يساعد كمان ممكن نتعرف على الأخطاء اللي بنقع فيها وبتتسبب في كترة أعطال العربية دي أسئلة كلها هنجاوب عليها دلوقتي مع البلاجر أحمد سالم المتخصص في محتوى السيارات يا أحمد أهلا وسهلا وصباح الفل عليك الله يخليك تسمن دخلة جميلة بصراحة اللي معاها عربية دلوقتي يمسك فيها بأيدي وإسنان ويحفظ عليها خلاص مفيش بقى تغيير مفيش هنلازم نحافظ لقد ما نقدر على كل حاجة بقى اللي انت عايز هو أنا معاك في يعني يشوف اللي احنا عايزين نتكلم فيه انت عايزين نتكلم فيه انت عايزين تسأل أي حاجة أنا معاك عايزت تبدأ بإيه إيه أشهر الأعطال اللي بتحصل في فصل الصيف أشهر الأعطال اللي بتحصل في فصل الصيف السخونة انت أكيد عارف لازم قبل ما تمشي بعربيتك تبقى متطمن على المية اللي في العربية لأن انت ممكن وانت ماشي ما تاخدش بالك من عداد الحرارة تلاقي العربية عدة النص وطبعا دي بتحصل كتير ما بيحصلش أي حاجة ان انت تاخد بالك مفيش حتى ألارم ان انت تسمع الموضوع ده هو العداد لو عدى النص تلاقي العربية سخنت مرة واحدة هتلاقي التكيف لو شغال سخن معك هتضطر تركن على اليمين والعطل ده يوقفك وممكن يعمل مشكلة في المطور مشكلة في المطور من نواجهان وش السلندر طبعا انت عارف الموضوع ده فأهم حاجة قبل ما تطلع بعربيتك ده وانت وتتعاملش على ان كل الناس عارف لو احمد عارف مش كل الناس عارف اقول اقول كل الناس نحترم هنا برضو نميز ما بين الرجالة والستات انت عارف الستات بتدور وتمشي في زيت بقى ما فيه الزيت في حرارة ما فيش حرارة نعم المتكلم على حالكات وقعية بتحصريك لا متفاهم اللي انا بقول نحن نحاسين ببعض لا فيه رجالة كمان بتدور وتمشي وبص هو الموضوع يعني فيه كده وكده بص نجرة العادة ان زمان لما كانت الناس بتسوق عربيات المانيول الاكتر والعربيات القديمة اكتر كانت بتقوى من شوية التفاصيل اللي بتاعت المية والزيت وحاجات كده لكن دلوقتي مع العربيات الحديثة بقى عندنا مواعيد سيانة محددة الاغلب ملتزم بيها فالحاصل بتاعي فكرة ان كل يوم لازم نتشك على المية لكن والزيت والحاجات دي ما بقاش فعلا اوانى عن نفسي جمع من كال لكن انا اوانى بركب ببص على الكويتش طبعا بخاف من الكويتش لكن ما ببصش على المية والزيت كل يوم كويس ألف المتقدم يعني ده كده في حاجات الحديثة بس احنا كويس ان احنا نبص على الحاجات دي مش كل يوم بقى كل اسبوع او مشوار طويل لان برضو حتى لو العربية جديدة لما رايح مشوار طويل لازم تعمل تشك بنفسك كامل غير طبعا لو العربية جديدة وحديثة يعني فوق المتوسط هيبقى فيه سنسور لكل حاجة فدي احنا ما بنتكلمش عليها احنا بنتكلم في الحاجات اللي هي ما فيهش سنسور ولانت لازم تبص بنفسك عشان ما يحصلش معاك اطلع الطريق وتلاقي نفسك مرة واحدة لو طالع طريق سفر اطلان على المين ودي تتبقى مشكلة طبعا مع اي حد مية هتزودها قبل ما تطلع لو فيه نوقص ولو فيه نقص جامد ما تطلعش غير ما تتأكد النقص ده من ايه طب بمناسبة المية دي تحديدا لان فيه الوان كتيرة من المية ايهو حلو حلو السؤال ده خمينا بقى دي نفهمها ايه الفرق ما بين مية خضرة ومية حمرة ومية مقطرة لا احط مية من الحنفية عادي افضل افضل مية تحطها اللي نزلة في العربية سواء حمرة او خضرة وفيه عربيات بتبقى زرق بس الفرق ما بينهم مش حاجات كتيرة فالافضل ان انت تلاقي مية اصلي سواء حمرة او خضرة ويفضل تبقى المية حمرة تحطها مية مقطرة بتعمل ايه؟ بجدد يعني مش الموضوع تابع لونك المفضل؟ لا 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 خالص ده مولوش اي علاقة خالص باللونك المفضل ومش ماتشنج مع المنيكير ولا الحاجات دي خالص بس المية الخضرة او المية الحمرة مش هتفرق كتير ما بينها بس اللي بيفرق بقى ان انت متحطش مية التكيف مية مقطرة المية العادية دي اطلاقا ما تحطهاش لا الفقرة دي مبهرة ايه مية التكيف دي؟ مية التكيف دي اللي هي المية اللي بتنزل اللي بتنزل تكيف بياخدوها وبيحطوها في الوداتير على اساس بقى فيه مية بتتحط التكيف لا 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 اللي بتنزل من التكيف فيه ناس مقتنعة اقتنعة كامل إن المية اللي بتنزل من التكيف هي أحسن حاجة للعربية ودي حاجة غلط تماما في حاجة تانية بقى عايزة وضحها لك المال خضرة أو الحمرة مش أي مية خضرة أو حمرة تحطها لإن في حاجات بتبقى في السوق ملونة ملونة مية عادية أو مية تكيف أو مية مؤترة وحطين فيها لون فدي تبوز الريداتير أكتر من المال عدي لإن السبغة دي هتلزق مع الوقت والسخونة هتلزق في حاجات فهتسدها نهائي فأنت الأحسن لو هتجيب مية مضروبة يعني أنت مش واسق مية حنفية في الحالة دي أحسن تحط حنفية أحسن بدلا ما تدفع فلوس في مية حنفية ملونة بس أنت أجبت النهية الأحسن حاجة أنت تجيب من مكان ثقة أنت تشوف مكان ثقة مية خضرة ومية حمراء وتحط منه غير كده ما تدخلش بقى في حتة أنت تجيب حاجة مضروبة بس أنا مش محتاجة أحط مية ملونة للمساحات لا 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 أنا قلت لك إحنا بعيد أول في الفقه دا بيحب المساحات بالعكس إحنا قريبين جدا لأن يعني إحنا بنمسل شريحة من المجتمع طبعا بس المساحات برضو مهمة لها مية مخصصة مية العادية للمساحات أو المية بالصابون بتعمل مشكلة في المطور بتاع المساحة نفسه المية بالصابون بتعمل مشكلة كبيرة في المطور المساحة لأن الصابون ده هيتراكم مع الوقت دي رغوة بالزبط وهيسد الدنيا والمطور هتلاقيه مرة واحدة فكويس السؤال دا برضو أنت دخلتين في حتة إنه نحفظ على مطور المساحة إحنا عايزين نحفظ على كل حاجة في العربية فعلا ده حي طيب دايما يمكن العربيات بتقتل على الطريق لأدفع الأسباب وبعد ما بجيب وينش وأقطرها أو أوديها لمكان الصيانة أو أروح للميكانيكي باكتشف إن القطل تافه جدا إزاي أقدر أنا أبقى تولمومتر نفسي إزاي أنا أبقى عارف السبب الرئيسي اللي موجود يعني قبل ما أرفع العربية وأجيب وينش لا أقدر لأنا موقفت أبص على حاجة أو اتنين أو تلاتة وأدول مش موجودين يبقى في الحالة دي ألجأ للوينش تمام في حاجة أنت الموضوع العطل لو عطل كامل العربية ما بتدورش معاك أنت مضطر تجيب وينش ودي إحنا متفقين عليها كلنا طالما العربية ما بتدورش في لومة تحذيرية بتظهر لك على التابلو لقيت مثلا أي لمبة لونها أحمر ظهرت على التابلو لازم توقف وتطلب المساعدة من وينش بقى أو فني أو أي عربية أعطال تجي لك لأن في دلوقتي عربية أعطال بتتحرك وبتيجي صحيح اللومة اللي هي الخطر أي لمبة حمرة تظهر دي خطر أي لمبة صفرة دي معناها توجه لأقرب مركز سيان اللي هي مثلا لمبة المطور كده يبقى فيه مشكلة إحنا مش عارفين إيه هي فهنروح نعرف بس ما فيش مشكلة أنك تمشي بالعربية طالما صفرة اللومة دي الخضرة دي ما فيهاش أي مشكلة خالص دي بتقولك بس إن فيه حاجة أنت مشغالها فيه مثلا زرار معين أنت مشغاله زي زرار الإيكو كده لمبة محروقة فيه حاجات صغيرة اللومة المحروقة مش هتبقى خضرة هيبقى ألرم كده برضو طالع بلوق شكل لمبة فيه تعكويتش ده بيبقى لونه أصفر اللي يوقفك بقى وتخليك تطلق الأحمر الأحمر ده ممكن يبوز المطور لو مشيت عليه وممكن يعمل مشكلة أكبر المكانة تسخن بزيادة فما نضمنش إيه اللي ممكن يحصل في الحرب فأنت أفضل حاجة في الحاجات اللي هي اللومة الحمرة توقف على اليمين وتكلم الفني أو تكلم الوينش هي دي الحالة الوحيدة اللي أنت مرتبخلش فيها يعني في بداية ظهور الألرم أو الإنظار الأحمر توقف أقف أنا في الأمان يعني طالما ظهر لي ظهر لديا أنت كده في الأمان أشوف أول يمين وأقف بالزبط توقف يمين آمن ومفيش مشكلة ظهر لك ومشيت أنت كده في الخطر في العربية نفسها لا تلومن إلا نفسك بس أنت ممكن تخسر المطور نفسه خلاص يعني هو بقى أنت مش ضامن هو ناقص اللمبتين دول يا إما زيت يا إما ميا صحيح دول أخطر حاجة زيت ناقص ميا ناقصة أنت كده مش في الأمان نهائي فلازم توقف وتكلم حد يا إما وينش يا إما مركز مثلا بيبعط لك عربية أو حاجات زي كده ودي موجودة عايز بقى أن أنت في العربية الحديثة بتلاقي لمبات أنت مش عارف دي بتاعت إيه أصلا واعد بقى طلع وطلع 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 إيته هدي بس أنت كده تقسيم الألوان ده رائع جدا تقسيمها كده بالزبط أحمر أصفر أخضر تتطمني في الأصفر والأخضر والأحمر ده وقوف تاعم رقف ده إشارة المرور بالزبط كده فعلا احفظيها كده إشارة مرور أنا منتظر أصفر لحد ما أروح لمركز أحمر مستحيل أمشي طيب برضو المجال بتاع اللي أنتو حاسين به اللي هو التفوق بقى الزكولي ده بتاع نتو عارفين حياتك تفران لا 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 أنتو أتفقينه وبيت جدا في الفر ده ما بقاش برضو في العرويات الأكتر حداسة ما بقاش موجود قوي لأن ما بقاش فيه مجال زي زمان مش عارفة الناس تفتح المطر وتبص جوه دنيا مقفولة لا وعندك لما بتقولك إيه اللي بيحصل إحنا أخرنا في إن إحنا بندور العربية ونزود المية لو حسنا إن فيها حرارة وده ما بقاش ناميرها برضو قوي عربات حديثة بس العربات الحديثة لو هتبقى كده هتبقى سعرها عالي دي الحاجات السعرها عالي يعني دي فوق المتوسطة أه أما العربات اللي هيا المتوسطة فيها نفس الموضوع بنبص بنفسينا وبنتابع وبنعم كل حاجة أما السنسور برضو سعب بيغلط السنسور يبقى فيه مشكلة لسه بتعاوز أتكلم في النقطة دي تحديدا لأن فكرة مؤشر الحرارة بتاع العربية الخاص به المية تحديدا ويمكن أنت برضو تصحح لمعلوماتي مش مرتبط دايما إن لو المية نقصة ألاقي المؤشر ده قل أو نقص لأن أحيانا المية بتبقى نقصة وأنا ببقى بقى سنسور نفسي زي ما بيقوله كده بسمع صوت المروحة بيشتغل عالي باستمرار ومش مطلب بالتكييف حتى لو فصلت التكييف المروحة التانية أو الأكسترا مش هتشتغل غير لو العربية سخنة المؤشر ما بيرتفعش وبالتالي بسمع صوت المروحة فهل لازم يبقى مركز مع ده طبعا انت قلت حاجة ما يعرفهاش غير فعلا لحد وقف في موقف زي ده المروحة لما بتشتغل كتير بالزيت لو بالليل انت كده تدل ان الميا نقصة فدي حاجة باينة قوي ان هي بتدللك ان في مشكلة فانت لما بتلقطها وبتاخد بالك من المروحة بتاعتك كنت بتبقى عارف عربيتك بتشتغل المروحة امتى وبتشتغلش امتى ساعتها انت بتبقى متأكد ان الميا نقصة انا على فكرة بزود الميا بتاعت العربية بسبب الموضوع ده يعني المروحة تشتغل زيادة بفهم ان الميا فيها مشكلة الكلام ده طبعا لو انت الصبح والدني حر قوي المروحة هتشتغل زيادة دي معروفة اما بالليل وان المروحة تشتغل زيادة ده فيه كده مشكلة فلازم تبص تاني يوم وضروري بقى لما حد يبص على الميا تبقى العربية بردة طبعا لا تبقاش سخنة نهائي لان خطر تفتح الغطى طبعا دي حاجة عايزين بس نأكد عليها ما حدش يفتح الغطى والعربية سخنة نهائي وما تزودش ميا والعربية سخنة وتكون مقفولة بالظبط كده الناس متابعة معانا خلينا نشوف بقى شوية حياة كده نعملها عشان نحافظ على عربياتنا اللي موجودة معانا دنيا شمس نبقى مش عارفين اركي العربيات فين في الشمس وحيرانين وخايفين على الدهان بتاع العربية احمد زياد نحافظ على الزايد على دهانة العربية في اي وقت بقى مش في الشمس بس اول حاجة في حاجة فوطة خشنة كده هما بيسموها فوطة زفرة يعني المهمة البتاعها مشهورة اول معاي سايس دي اه دي دي بتبوز نمبر ون كده اول حاجة اول حاجة بتبوز كل السواج بتاع العربية بتعمله سكراتش او اه ايو بزبط خدوش كده بسيطة زي دواير دي اول حاجة دي نبعد عنها خالص نستبدلها بايه في فوقتها بتبقى مايكرو كده اللي هي بتبقى فيها نعومة شوية وطاني حاجة لما العربية بقى عليها طراب ما نمسحاش بحاجة خشنة برضو او بالفوطة المايكرو دي الاحسن انها تتغسل لو طراب بالذات يكون ناشف الاحسن انها تتغسل وبعدين نبقى نعمل بقى على نعومة بالنسبة بقى للركنة في الشمس والحاجات اللي زي دي يفضل لو العربية بتركن في الشمس كتير عشان تحافظي على طبقة الورنيش يبقى فيه غطى غطى للعربية محطوط وراء تتغطى بيه دي هتحافظ على طبقة الورنيش قطوى الفترة وهتحافظ على موتور العربية لانك لما تيجي تدور العربية وتفضل ترهق شفت كل ماشرين صحة اهو والله طب اسمع وجهة ناصر لما تبقى العربية لو انت جاي ركن في الشمس سخنة جدا ظهرت على ملامح احمد شديد دي فرصتي معاكي العربية بتبقى سخنة جدا من جوه انت حب تفضل مشغل التكييف او اي امكان علشان تقدر تخرج الهوى السخن بتبقى فتح التكييف وفي نفس الوقت الإزازة عشان مش طبيعي هيا انا فرمت قصدك هيا كان قصدها ان هي تريح المطور بالزبط عشان لما التكييف يشتغل ما ياخدش جهد كبير عبال ما يسقع على العربية طبعا انت لما بتغطي الجوه بيبقى أقل صح مزبوط يعني احنا جبناها في حتة حلوه تو كده تمام قوي طبعا لما العربية تبقى مركونة في ظلة او مغطيها تكييف هيبقى أحسن ما تكون مركونة في شمس نعم في حاجة تانية في الصاج بتاع العربية اه في حاجة ممكن بقى تحفظ بها على الصاج بس هي غالية شوية بتحط حاجة زي سكرينة كده على العربية طبعا انتو عارفان طبعا العزلة ايوة الطبعا دي بتبقى نفس اللون طبعا شفافة ما بتغيرش اللون لو في حد مثلا ماشي بقلم عايز يعمل رسمة فانجوخة على العربية اي حاجة بتلحق نفسك سحمد الطبقات اللي هي الحماية دي اي حد قدر اتعامل معا احايله بقى كلام ده انت بتيجي في الحاجات اللي هي المهمة لازم يبقى حد ما تجرب لان انت ممكن تعمل فيلم حماية وتسيبه يبقى وازلك العربية مع الشمس يخش تليم صفر ولزق في الصاج نفسه فمتعرفش تخرجه غير بصعوبة او يصفر فيلزق مع الشمس يبقى مش حلو لازم تروح لحد السكة ويبقى نضيف حال معتمد اه مركة برند سواء بقى اي حاجة بس تكون برند ان انت تروح لأي حد في الحتة دي لانهو غالي واتوفر ما نسترخص غالي تمنه فيه في الحتة دي لا اما تعملو غالي اما تعملوش يعني ما توفرش مثلا الف الفين ثلاثة على حسب بقى هو هيعملولك بكام عشان خاطر بس هتروح لحد هينزلك في تمنه وانت مش في الاخر مش هتستفيد احتمال يطلع منه القشرة تفك لو هو مش فاهم هيركب غلط فعلنا نتفن مفيش حد بيخسر يعني هو كله في النهاية هيجي على حسب وهو غالي فانت عشان تركب حاجة غالية ركبها كاملة هتركبها رخيصة هتدايقك انت بعد كده سواء انت عالطريق مسلا ان راح نسافر الفيلم الحماية هتفك فيها كده حاجات هتفتح فهتبتدي تفك فخلاص انت كده خسرت الفيلم الحماية في حتة معانا مجرد ما بيفتح والحاجات اللي هي خلاص اه خلاص انت ما بتاخدش حماية كاملة فيلم الحماية كمان مهمة في لما تبقى ماشي بالعربية حد يحق لك العربية كده بتحمي لك الصج نفس اه اه الحماية نفسها مش في الصج يعني احنا بننصح اي حد بيبقى جايب لسه عربية جديدة زيرو حط فيلم حماية احسن حاجة انت بتبقى خايف على الصج وعايز يقعد معك اطول فترة بتحافظ على طبيعة الورنيش وبتحافظ عليها من اي حاجة المكتدر يعني حافظنا على الصج وحافظنا على الدهان عايزين نحافظ على المتعذين المساعدين المساعدين بقى الركانات والاحمال الزيادة الركانات الركانات اه مش المطبط ما انا هقولك بقى يا واحد واحد الركانة لما تركب مثلا حتة عالية وحتة قطية انت بتأثر على مساعد وبيتسيب التاني ففي مساعد هيبقى محملة عليها العربية بالزيادة فده هيتأثر أسرع من البقين وانت عشان تغير مساعد وينفعش تغير واحد تغير اتنين جنب بعض اه ده طب فدي حاجة لازم تركن ركنة متساوية يعني ما تبقاش ركنة على جاراج مثلا ركنة جاراج والعربية كده محملة على اللي قدام مثلا ومصايبة اللي ورا فانت كده هتأثر على مساعد المطبط دي طبعا أساسي ان انت ما يعني تاخد المطب بالراحة رزعت المطب وحاجات دي ممكن في ثانية المساعد يضرب يضرب زيت انت مساعد واحد حسا أشقصة عفشة بس يعني هي هو المساعد في العفشة بس مش العفشة بس ده كويس ان انت عارف العفشة لان في ناس بتطلق بط لا دي مني ليه لا 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 انت أمان فالمساعد دايما تحافظ عليه في الطرق اللي هي المكسرة دي اللي هي المندقات دي برضو تأثر عليه المطب ممكن في ثانية يجيب المساعدات في ثانية حتى لو عربية زيروا دي دي مشكلة فضيعة عشان تحافظ عليه بقى تبعد عن الحاجات دي خالص وتهتم بقى بالتربية العفشة كل فترة وان انت تبص على كل حاجة من تحت العربية كل عشر تلاف كيلو كده نعم ماذا وبتدي يتعامل بمجرد لما مش مع نفسه كمان يعني يا ريت اللي هو بيتعامل مع نفسه كل مسلا كيلوات محددة لا بمجرد ما يسمع شكوة او عطلة يبتدي يزور اقرب مركز الصيانة فايه المتبع او المفروض يتبع فيما يخص الصيانات الدورية تحديدا ان هو يبقى متابع من بعد التوكيل صح؟ اه من بعد المئة الف اه من بعد المئة الف انت اما حاجة يبقى معاك جدول كده كاتبه بالحاجات اللي انت مغيرها اخر مرة في التوكيل يعني ايه مثلا انت مثلا الزيت بتغيره كل عشر تلاف كيلو تعود نفسك ان انت تغيره كل عشر تلاف كيلو بعد التوكيل الفلاتر اللي هي الهواء والتكيف بتتغير كل عشرين الف كيلو دي تعود نفسك برضو ان انت تبقى كاتب ورقة كل عشرين الف كيلو هغيرهم حاجات دي فعلا لو اهتمت بيها هتحافظ على العربية اطول فترة العربية قوية بس احنا بنهمل فيها صحيح فيلتر البنزين تغيره كل تلاتين من تلاتين على حسب الفلتر شكله ايه فيه فيلتر صغير ده بتغير على طول كل عشرين الف فيه فيلتر اللي هو جوه ترمبت البنزين اللي هي عشان نوضح برضو للجميع ممكن حادي مبقاشو عارف اللي هي تحت الكنبة فيه ترمبت بنزين اللي بتدخب بنزين من تنك البنزين للمطور بيبقى فيه الفلتر جوه الفلتر ده بيتغير كل تلاتين الف ممكن في عربيات بيتغير كلها 40 ألف على حسب وطبعا تغيير الفلتر ده بيفرق في سحب العربية أي تاني ممكن تغيره البجهات في عربيات بقى على حسب في بجهات ريديام مثلا بتقعد حد 100 ألف كيلو في بجهات بتقعد 20 ألف 30 ألف على حسب عربيتك بقى كل واحد بيعرفها بيبقى شايف التوكيل بيعمل إيه وبيمشي على هذا الرتم أنا مقدرش حدد لك تغير البجهات كلها دي لأن كل عربيات بتختلف عن عربية إيه تاني دي الحاجات السيانة الخفيفة فلتر الزيت يتغير كل مرة مع الزيت ما تسيبوش مرة واتغيروه التانية سوى كان 10 ألف أو 5 ألف بالنسبة بقى لو عايز تحط الزيت مظبوط لعربيتك ما تسمعش كلام حد خالص في الحتة بتاعت أن أنت تغير الزيت من تخليكي لمعدني تخليكي ده اللي هو الزيت يعني زي ما تقول كده إيه متعقم من الشوايب يعني ومحتوط له إضافات جامدة فأنت ما تحطش زيت معدني يقلل لك عمر المطور عشان حد مثلا فاني يقول لك اللزوجة لازم تغيرها عشان المطور خلاص جاب أخر ما جابش أخر طول ما ما فيش نقص في الزيت وطول ما فيش دخنة طالعة من ورا والمطور كفقته كويسة خليك على الزيت اللي مكتوب في الكتالوج ما تغيروش أبدا خليك عليه على طول وهو بيبقى غالبا لو العربية مش تاربوا خمسة دبليو أربعين دي بتبقى اللزوجة إسم اللزوجة يعني اللي بتبقى مكتوب على الجيركة من بره مشان برضو نوضح للناس خمسة دبليو أربعين دي بتبقى مكتوب على الجيركة من بره صحيح الخمسة دي مش معناها ان ده خمس تلاف خمسة دي الزوجة والعربية بردة قبل ما تدور أربعين دي بعد ما العربية بتسخن على الآخر بتوصل للزوجة أربعين بس الناس فاكرة ان خمسة دي دي الخمس تلاف والعشرة دي العشرة لا الموضوع ده غير كده خالص بس مكتوب بقى على الزيت نفسه كل حاجة بقى وفي زيود بيبقى مكتوب عليها يعني جراكم بيبقى مكتوب عليها أسامي العربيات بحيس ان انت تحط لعربيتك أفضل حاجة بس دي الحاجة اللي تهتم بيها وتحطها لعربيتك وانت بتطب انت كده هتحفظ عليها أطول فترة فعلا يعني عربيات ممكن تحط تلتمائة ألف ربمائة ألف من غير ما تعمل أي حاجة في المطور ربنا يسلام ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسلام كل شكرا لك أحمد سالم المتخصص في محتوى السيارات نورتنا وشرفتنا أنا اتنورت بيك وصباحكم جميل صباح الخيرا مصر فعلا شكرا لك